حياك يا الله ضيفنا العزيز مرة يا دكتور أنا يعني أكرر الاعتذاري خارج عن الإراءة يعني أغلق البث من نفس التويتر لكن عساها خيرا إن شاء الله على بركة الله يحفظك يا رب إذا تسمح لي بس أقدمك ضيفنا العزيز الغالي وأيضا أذكر ببعض النقاط المهمة نبدأ البث من جديد طبعا اليوم ضيفنا البروفيسور عبد الرحمن الشهري مدير عام مركز تفسير وأيضا هو عميد أكادمية تفسير أستاذ بجامعة الملك سعود تشرفنا به وبقبول الدعوة اليوم عنوان مساحتنا كيف نتدبر القرآن الكريم طبيعة المساحة اليوم الدكتور بيأخذ له تقريبا ما بين العشرين ونصف ساعة متحدث باسترسال بدون مقاطع من القبلي كمحاور أيضا أثناء سماعكم للمحاور اللي بترح علينا الدكتور ياريت ترسلوا لي تساؤلاتكم وأسئلتكم على الخاص الخاص عندي مفتوح جميل وإن كان هناك متبقي وقت حنقبل طلبات المايك إذا كان في وقت لكن يفضل دائما مداخلاتكم أو أسئلتكم أو النقاط اللي حابين تترسلوها ياريت ترسلوها لي على الخاص كمحافظة على وقتي ووقتكم ووقت ضيفنا أصلى لكم التوفيق والسداد أخيرا قبل أن نبدأ المساحة أكون لكم شاكر ومقدر جدا إذا ساعدتونا في انتشارها لأن ما شاء الله كان عدد التذكير في المساحة المجدولة 170 فقط نفضل على زائد المجدولة اليسار وإذا كنتم محدثين للتطبيق سووا نسخ للرابط من السهم اللي فوق بجانب كلمة مغادرة وغردوا بطريقتكم الخاصة رحبوا بأصدقائكم اللي تابعوكم عبر التويتر دكتورنا العزيز الغالي عبد الرحمن اليوم عنوان المساحة كيف نتدبر القرآن الكريم لك المايك مستمعين لك وإن شاء الله نعين ونآون فنتعلم من بعض ونستفيد من بعض جميعا بإذن الرحمن تفضل دكتور طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء وفي هذه المساحة القرآنية وأشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة لمدارسة القرآن الكريم والحديث على مائدة القرآن الكريم كما أشكر الإخوة الزملاء في مؤسسة آيات الوقفية على بذلهم وجهودهم وأتمنى دائما أن تستمر مثل هذه المجالس القرآنية التي تعيننا على الارتباط بالقرآن الكريم والاقتراب منه والفهم له والعمل به نسأل الله أن يجعله حجة لنا جميعا لا حجة علينا بداية أود الحديث عن نقطة قبل أن ندخل في صلب الموضوع وهو ضرورة ارتباط المسلم اليومي بالقرآن الكريم وذلك أن القرآن الكريم هو كتابنا الأول ولذلك يرد في القرآن الكريم الحديث عن القرآن باسم الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب أنزلناه إليك فكأنه ليس لدى المسلم كتاب أعظم من هذا القرآن الكريم فهو الكتاب وبقية الكتب لها عنوين ولها أسماء لكن القرآن الكريم هو الكتاب كما يقولون في سيبويه أنه لم يسمي كتابه وإنما سماه الكتاب فقط فأصبح إذا ذكر الكتاب عند النحويين ينصرف الذهن إلى كتاب سيبويه فكذلك المسلم إذا قيل له الكتاب فالمقصود به القرآن الكريم والقرآن العظيم ولله الحمد الذي جعله الله سبحانه وتعالى كتابا لهذه الأمة المرحومة كتاب لا تنقض عجائبه ولا تحصى معانيه وفوائده وذلك لأنه كلام الله سبحانه وتعالى العليم الخبير وهو الكتاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه نفسه بأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في القرآن نفسه بأوصاف عظيمة ولهذا حثنا الله سبحانه وتعالى على قراءة القرآن وحثنا على حفظه وحثنا على تدبره وحثنا على العمل به والتخلق بأخلاقه ففي تدبر القرآن والعمل به شفاء للفرد وشفاء للمجتمع من أمراضه الحسية والمعنوية وتلبية لحاجاته الدنيوية والأخروية وقد كنت البارحة مع أحد الأصدقاء فأخبرني أن إحدى قريباته كانت تعاني من أمراض نفسية وتراجع عند الأطباء فلما ارتبطت بالقرآن الكريم وبعض الأكاديميات القرآنية وبعض البرامج القرآنية عن بعد قال ذهب عنها ما كان فيها من الأمراض واستقرت حالتها النفسية واعتدل مزاجها ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وهو الذي خلق العباد وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فما دام أنه هو يعلم من خلق فهو يعلم بما يصلح لخلقه وهو الذي يقول سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فمن عرف فضل القرآن وعرف شرف القرآن تلهف إليه تلهف الضمآن إلى الماء والمريض إلى الشفاء وهذا يحتاج مننا يا وديخ والأخوات إلى القراءة والتعلم والاستفادة من المحاضرات والدروس التي تتحدث عن القرآن وعن فضل القرآن وقد كتب العلماء مؤلفات في بيان فضل القرآن وبيان فضل تلاوته وفضل تجويده وفضل تفسيره وفضل تدبره كل هذه الأحاديث وكل هذه الكتب والمؤلفات الهدف منها تحبيبك وتحبيب القرآن إليك وتوثيق الصلة بيننا وبين القرآن الكريم هذا هو الهدف من كل هذه الأحاديث في بيان فضائل القرآن الكريم وفضائل السور والذي يعيش بدون القرآن والعمل به والاستهداء بهديه فإن حياته ظلمات متصلة ومن لم يجعل الله له نورا بالوحي والقرآن والسنة فما له من نور وقد بيّن الله سبحانه وتعالى غاية من إنزال القرآن في القرآن نفسه فقال كتاب أنزلناه إليك يا محمد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالتفكر في آيات الله والتدبر لها يوصل إلى الهداية بالقرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هيأكم فتدبر القرآن هو مفتاح للعلوم والمعارف وبه يزداد الإيمان في القلب وكلما ازداد العبد تأملا في القرآن الكريم وقراءة له ومراجعة له ومدارسة ازداد علما ووفق للعمل واستنارت بصيرته وقد نعى الله سبحانه وتعالى وذم المشركين بسبب إعراضهم عن القرآن وعدم استفادتهم من عبره وهداياته في قوله سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهما لم يأتي آباءهم الأولين هذا يعني مقدمة بين يدي الحديث وبما أن الوقت يعني محدد وقصير بين أيدينا فنحن نريد أن نتحدث عن خطوات عملية ووسائل تعين على تدبر القرآن الكريم وبالمناسبة فالحمد لله اليوم الحديث والمؤلفات والمحاضرات والدورات التي تتحدث عن تدبر القرآن الكريم ومهاراته ووسائله وفضائله كثيرة جدا ولله الحمد وأصبحت في متناول الجميع وهناك هيئات وجمعيات ومؤسسات وكراسي بحثية متخصصة في الحديث عن تدبر القرآن الكريم ولها إصدارات ومؤلفات ولها مواقع على الإنترنت وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا كله ولله الحمد أعانى الأمة جميعا وأعانى المتابعين وأعانى الباحثين عن القرآن وعن فوائده ومثل هذه المساحة هي تصب في هذا النهر وتصب في هذا الطريق وتعين على استثمار هذه الوسائل في تدبر القرآن الكريم دعونا نأخذ وقفات سريعة في كيفية تدبر القرآن الكريم والاستفادة من القرآن الكريم كما ينبغي والكتب التي صنفت في تدبر القرآن الكريم كما قلت لكم كثيرة وهي مليئة بالأفكار ومليئة بالمقترحات ومليئة بالمناهج التي كلها يعني تعين على تدبر القرآن الكريم وكل يأخذ منها ما يناسبه وما يرتاح له وما يعينه فالنقطة الأولى النقطة الأولى أولا ينبغي على المؤمن أن يحرص دائما على الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى والقرب مما يحبه الله والامتثال لأمره والابتعاد عما نهى عنه لماذا؟ كلما يعني أقبل العبد وعلى الطاعة وعلى الصلاة وعلى العبادة وعلى الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره كلما استنارت بصيرته يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم نورا وبصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل لأن العلم نور والمعصية ظلمة ومع كثرة المعاصي تكثر الظلمات في قلب الإنسان لكن مع كثرة الطاعات والالتزام بها يستنير بصره وبصيرته ولابد لمن يريد النور أن يبتعد عن كل ما فيه ظلمة ولذلك يعني هذه مسألة بسيطة ولكنها مؤثرة جدا جدا على الانتفاع بالقرآن الكريم كلما ابتعد المسلم على المعاصي كان أقرب إلى الانتفاع بالقرآن الكريم وإلى التوفيق والسداد واتقوا الله ويعلمكم الله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن مما يعين على تدبر القرآن العظيم والانتفاع به استشعار عظمة القرآن الكريم نفسه والشعور بهذا الشرف والفخر الذي نحن ننعم به نحن المسلمين حيث إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من الكتب السماوية المحفوظ من التبديل ومن الزيادة ومن النقصة وهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على المسلمين فحفظ لهم كتابهم من التبديل ومن التغيير وهذا الحفظ الذي نؤمن به جميعا هو الذي جعلنا نستيقن ونستشعر كل حرف وكل كلمة وكل آية في القرآن الكريم ونعمل بها ونتمسك بها ونتعبد لله بها لأن لدينا إيمان راسخ بأنه لم ينله أي تحريف ولا تبديل طيب وأيضا اليقين بأن المسلم مع القرآن العظيم حي مدام مصاحبا للقرآن فهو حي وأما إذا كان هاجرا له فهو ميت ومع القرآن فهو مبصر وبدون القرآن فهو أعمى وقد وصف الله سبحانه وتعالى حال المؤمن المتبع والمطيع والمستمسك والذي يهتدي بنور القرآن الكريم بأنه حي لذلك قال أفمن كان ميتا فأحييناه فالميت هو الذي لم يكن مؤمنا بهذا القرآن ولا بهذا الدين الاستشعار بأن القرآن كلام الله تعالى وأنه رسائل أرسلها الله إلى عباده لهدايتهم لأفضل السبل التي فيها نفعهم في الدنيا والآخرة فالإسلام كما هو معلوم هو أكمل نظام عرفته البشرية لأصلاح الناس وخير ما يعبر عن الإسلام هو القرآن العظيم فالقرآن هو شفاء هو يعني كما عبر أحد الباحثين يقول القرآن الكريم هو متن وبقية للعلوم هي شروح وحواشي لهذا المتن القرآن يعطي المنهج السليم في الحياة ويصلح الفرد والمجتمع ومن يستشعر عظمة القرآن يعرف يعني هذه الحقائق أنه كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على كلام خلقه عظيم ووصف الله سبحانه وتعالى تأثر المؤمنين بالقرآن فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأيضا قال في سورة الزمر والله نزل أحسن الحديث وهو القرآن كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغلل الله فما له من هذا فقد وصف الله المؤمنين الذين يخشونه بأنهم تقشعر جلودهم من هذا القرآن الكريم تعظيما له وإيمانا به ويقينا بصدقه وذلك الذي يبعثهم على الخضوع له والإنقياته ولذلك قال بعدها ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فالتدبر إلا بالتعظيم لله ولكتابه العظيم وكلما ازداد تعظيم المؤمن واستشعاره لعظمة هذا القرآن كلما انتفع به ولذلك تلاحظون ترى يعني هذه مسألة بسيطة أيضا لكن البعض يفرط فيها ويظن أن عندما لا يوقر الإنسان القرآن ولا يستشعر عظمته ولا يستشعر مكانته ولا يعرف قيمته ولا يعرف كيف وصل إلينا وهذا يستلزم أيها الأخوات القراءة عن القرآن الكريم كيف كتب كيف جمع كيف حفظ كيف وصل إلينا كيف جود كل هذه القراءات تزيد يعني هذه المسألة في قلب المؤمن يعني قوة ورسوخا النقطة الثالثة من الوسائل التي تعين على تدبر القرآن هو أن يعتقد كل واحد مننا أيها الأخوات أنه هو المخاطب بالقرآن الكريم مباشرة وليس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو الصحابة أو فلان أو غيره وإنما القرآن الكريم يخاطب كل واحد مننا بمفرده فلو حسب كل مننا أن القرآن قد أنزل عليه وأنه هو المخاطب به فلا شك أنه سيتلقى رسائل القرآن الكريم وموعظه بطريقة أخرى وسوف يعرف يعني عظمة هذه الرسائل التي جاءت من الله سبحانه وتعالى لخلقه وعباده الذين لا يعرفون من الخير إلا ما عرفهم به ربهم سبحانه وتعالى وأيضا يزداد يقيننا أي والإخوة أنه لا نجاة لنا أبدا من الشرور ولا من الآثام إلا بالابتعاد عما نهى الله عنه يقول الحسن البصري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار يعني يتدبرونها في الليل ويعملون بها في النهار هذه نقطة مهمة جدا وهي الاستشعار والاعتقاد بأن القرآن موجه لي ولك وليس فقط أن أنزل على أمة قد خلت أو أنزل على غيرك وأنت غير مخاطب به لا القرآن الكريم خوطب به كل مسلم أيضا من الوسائل المعينة على التدبر الإيمان بأن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه فلا يقتصر على ما ورد في تفسير الآية في بعض التفاسير بل يعمل الفكر والنظر ويتأمل في الآيات وما تدل عليه ويحرك عقله وفطنته ويتفكر في هذه الآية ودلالاتها ويسأل عنها أيضا استفسر ويسأل أهل العلم وبهذا تفهم الآية على أوسع معانيها التي تدل عليها ولا تقصر الآية على معنى واحد من المعاني فإذا كانت تحتمل أكثر من معنى فالآية تفهم على معاني كثيرة في بعض المواضع ولا تعارض بينها ومعرفة سبب النزول لبعض الآيات يفيدنا في فهم الآية لكنه لا يعني قصر مفهوم الآية على ما ورد في سبب النزول فالعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبعض الآيات مثلا الآية التي نزلت في كفارة الظهار مثلا أو في حكم الظهار فإنه ليس المقصود بها من نزلت عليه أو في شأنه فقط وإنما المقصود بها هو وكل من وقع في مثل هذا وهذا أيضا يوسع معاني ودلالات القرآن الكريم ويترك للمؤمن وللمتدبر وللفقيه وللمفسر ولطالب العلم مساحة يعمل فيها عقله وذهنه وتفكيره ويصل فيها إلى معاني ربما لم يصل إليها قبله أحد أيضا مما يعين على التدبر تكرار الآية وترديدها والعودة المتجددة للآيات فهذا له أثر عظيم جدا في حضور القلب واستحضار الآيات والتأثر بها ففي التكرار تقرير للمعاني في النفس وتثبيت لها في النفس أيضا وسكينة وطمأنينة لقلب الإنسان المؤمن وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من بعده فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهذا أيضا مشروع وهو تكرار الآية وتكرار المقطع وتكرار السورة وكان بعض السلف يقول إني لا أفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وهذا يجده الواحد مننا يعني بعضنا يقرأ الآن في سورة من السور مثلا وهو يتأمل ويتدبر فيضطر أن يتوقف عند بعض الآيات ربما يراجع كتابا في التفسير ربما يبحث في بعض المواقع عن بعض الكلمات أو بعض المعاني أو فيزداد معرفة بها هذه الطريقة طريقة مشروعة ومسنونة ومفيدة جدا في ترسيخ المعاني وفي تدبر القرآن الكريم وهي مفيدة جدا أيضا في تعميق المعرفة بآيات القرآن الكريم وبمعاني وإذا وجد الواحد مننا نفسه تميل إلى البحث والقراءة في معاني الآيات وتنقل يعني لمعرفة المعاني بشكل أعمق وأكثر فلا يمنع نفسه من ذلك فهذه فرصة تمينة يستغلها المؤمن ويستثمره والبعض يضع لنفسه ختمة يحرص على أن يختم القرآن الكريم مثلا كل سبعة أيام أو كل ثلاثة أيام أو كل عشرة أيام فهذا رائع جدا وجيد لكن لا يحرم نفسه من ختمة أو قراءة المقصود بها التفقه والتدبر والازدياد من العلم بمعاني الآيات وقد ثبت عن الحسن أنه ردد في ليلة حتى أصبح قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فقيل له في هذا فقال إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة وما لا نعلمه من نعم الله أكثر وهذا صحيح فالآية إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا شك وقام تميم الدالي رحمه رضي الله عنه في ليلة بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعة ما يحكموا أخذ يرددها 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 حتى أصبح ليس لأنه لم يفقه معناها لكن يشعر أنه كلما رددها يعني كأنها ترسخ في عقله وفي نفسه ثم إن المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى وهذا استفهام فيه إنكار على من يحسب أن الذين اجترحوا السيئات والذين عصروا الله سبحانه وتعالى سيكون مصيرهم في الآخرة كمصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في الحياة أو في الآخرة سواء محياهم ومماتهم طيب وطبعا الأدلة والآثار التي تدل على تكرار الآيات والقيام بآية واحدة وآيتين وأكثر كثيرة في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن أيضا النقطة السادسة مما يعين على تدبر القرآن التفاعل مع الآيات بالسؤال والتعوذ والاستغفار وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حضور للقلب عند التلاوة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف حذيفة رضي الله عنه قراءته بأنه يقرأ مترسلا يعني يقرأ بشويش ويقرأ بتأوده وبهدوء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ وهذا الحديث رواه مسلم وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في قراءته الخاصة إذا صلى بمفرده وكان يفعل ذلك أيضا إذا صلى بالناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم التين والزيتون فانتهى إلى آخرها عليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا يقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحي الموت فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله رواه أبو داود والبيهقي وغيره فهذا في تفاعل مباشرة مع الآيات تمر بآية عذاب تستعيذ تمر بآية رحمة فتسأل الله من فضله تمر بمثله هذه الآيات فتقول مثل هذا وهكذا هذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حضور للقلب فيه تفاعل مع الآيات القرآنية وأيضا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لأراكم سكوتا يعني أثناء قراءته للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد رواه الترمذي وهذا الحديث بالمناسبة فيه يعني شهادة لما ذهب إليه الفراهي رحمه الله في تفسيره للآلاء أنصحكم بمراجعته في كتابه مفردات القرآن ذهب مذهبا انفرد به تقريبا أو يعني كان من القوال النادرة في تفسير الآلاء في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فالمفسرون يذهبون إلى أن الآلاء يعني ما يمن الله به على المرء من النعم فبأي آلاء أو بآيات لا تكذبان الفراهي له رأي جميل فيها وهذا الحديث يؤكد يعني ما ذهب إلي طيب أيضا الكرابيسي رحمه الله وهو من علماء الشافعية الكبار وكان صديقا للإمام الشافعي يقول وهذه أيضا وقفة سريعة مع الشافعي يقول بيتم مع الشافعي محمد بن أدريس رحمه الله فكان يصلي نحو ثلث الليل وما رأيته يزيد على خمسين آية فإذا أكثر فمئة خمسين آية ومئة آية تعتبر قليلة وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منه وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين فكأنما جمع له الرجاء والرهبة معا وهذا محمد بن أدريس الشافعي رحمه الله كان فقيها كبيرا ومتدبرا للقرآن لا يشق له غبار بل كان مصاحبا للقرآن قارئا له مستنبطا لما فيه من المعاني ويعني له كتاب في أحكام القرآن وقد روى عنه وأصحابه أشياء كثيرة في هذه النقطة تدل على شدة تعلق بالقرآن وكثرة مروره على آياته إذن نقول أن مما يعين على التدبر هو التفاعل مع الآيات بالسؤال والتعوذ وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وسائل التدبر القراءة بتأنن وهدوء والتفاعل مع الآيات بحضور القلب وإلقاء السمع وإمعان النظر وإعمال العقل وهذا حقيقة يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة يعني القراءة في الأماكن التي فيها إزعاج وفيها ازدحام وكذا يشتت الدهن أحيانا يكون القراءة في البيت خاصة إذا كان البيت ضيقا وشقة صغيرة ربما لا يستطيع الإنسان أن يركز إذا كان هناك أطفال صغار أو كذا ولذلك تبقى المساجد هي الأماكن الأروع والأهم خاصة للرجال في المساجد يستطيع أن يبكر إلى الصلوات يستطيع أن يبقى بعد الصلاة يستطيع أن يبقى بعد الفجر إلى شروق الشمس وهو يقرأ يستطيع أن يبقى بين المغرب والعشاء يقرأ القرآن ويتدبر فيه هذه الأوقات هي رأس مال المؤمن والأوقات التي تعتبر من أوقات التركيز الرائعة التي ينبغي أن يستثمرها في قراءة القرآن وفي تدبره فلابد من قراءة القرآن بتأني وهدو وتفاعل مع الآيات بحضور القلب حتى يستطيع الإنسان أن يتأمل ويتدبر كما ينبغي أيضا من الوسائل التي تعين على التدبر وهذه النقطة الثامنة الاطلاع على ما ورد في تفسير الآية والعودة إلى فهم السلف للآية خصوصا وتدبرهم لها وتعاملهم معها وهذا الحقيقة يعني يستطيع الإنسان اليوم أولا يرجع لكتب التفسير كتب التفسير فيها المختصر الذي يمكن أن يرجع إليه فيفهم معنى الآية مباشرة أصبحت الآن التفسير متاحة على التطبيقات مثل تطبيق سورة تطبيق آية تطبيق آيات تطبيق القرآن العظيم تطبيقات كثيرة ولله الحمد المكتب الشامل الجامع التاريخي للقرآن الكريم كل هذه البرامج وكل هذه البرمجيات تعين المؤمن على أن يفهم الآية لأنه لا يمكن أن تتدبر شيئا إلا إذا فهمت معنى لأن التدبر هو ما وراء المعنى يعني تفهم الآية ثم تتدبر في هذا المعنى الصحيح الذي فهمته فتصل إلى يعني معاني أعمق ولذلك يسمونها في علم الدلالة يعني المعنى وما وراء المعنى وما بعد ما بعد المعنى وهذه كلها مراحل يعني تتعامل مع النص من حيث دلالته ومن حيث ظلال النص وظلال المفهوم للآية فالاطلاع على ما ورد في تفسير الآية مهم جدا لكي تفهم الآية وأيضا ينبغي على كل واحد مننا أن يحرص أن يراجع كتب التفسير الموثوقة التي لم تقع في تأويلات ولا تحريفات تبعد المؤمن عن المعنى الصحيح للآية وتصرفه عن المعنى الذي قصدته الآيات وليس أسلم حقيقة من تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم فهو يعصم أمثالنا من الفهم الخاطئ أيضا من النقطة التاسعة من وسائل تدبر القرآن الكريم فهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن معرفة معاني الكلمات ودلالاتها ما توحي إليه من اللطائف من الضلال لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ومعنى ذلك كلما ازدادت معرفتنا باللغة العربية استطعنا أن نفهم القرآن بطريقة أفضل وأدركنا من بلاغة القرآن وإعجازه ما لا يدركه من لا يفهم العربية أو من يكون نصيبه من العربية محدودا أو قليلا وهذه دعوة لنا جميعا أن نتعلم العربية نقرأ في كتب النحو نقرأ في كتب البلاغة نستمع إلى دروس النحو إلى شروح الأجرومية شروح الألفية وما يتعلق بها لماذا؟ لأن هذه أداة من أهم أدوات المتدبر للقرآن الكريم لا يمكن لأحد لا يفهم العربية ولا يتقنها أن يتعمق في فهم آيات القرآن الكريم لأن القرآن الكريم نزل على أمة عربية في غاية الفصاحة ولذلك أدركوا عمقه وإعجازه ولو كانت معرفتهم بالعربية محدودة لم يستطعوا أن يدركوا إعجازه النقطة العاشرة مما يعين على التدبر أن يربط الإنسان بين آيات القرآن والواقع الذي يعيشه ويجعل من الآيات منطلقا لإصلاح حياته وواقعه وميزانا لمن حوله وما يحيط به طبعا من غير تكلف وتمحل في إنزال الآيات عن الواقع لكن يعني بكل اختصار لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه فقالت لمن سألها وأظنه عروه ابن الزبير ابن أختها أسماء قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم قالت كان خلقه القرآن فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش أخلاق القرآن يعني يأخذ ما في القرآن الكريم من الأخلاق الحسنة التي أمر الله بها فيتخلق بها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذا أيضا كان دأب الصحابة يعني هذه الآية لما نزلت وهي في آخر سورة التوبة وهي سبب تسمية سورة التوبة بهذا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في آخر الآية قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال كعب بن مالك رضي الله عنه وأحد الثلاثة الذين نزلت فيهم هذه الآيات قال يا رسول الله عهد علي أن لا أحدث إلا صدقا ما حيت خلاص مباشرة يعني نزلت هذه الآية تأمر بالصدق والالتزام به فقال كعب بن مالك أنا خلاص أعاهد الله أن لا أتحدث إلا صدقا ما حيت فتحقق يعني مباشرة الهدف من نزول الآية عليه أيضا مما يعين على التدبر والتأمل في سياق الآيات والسياق يتكون من سباق ما قبل الآية وما يلحقها وبما أن ترتيب الآيات والسور يعني هو توقيفي من الله سبحانه وتعالى وقد نزل القرآن الكريم كما تعلمون في سنوات 23 سنة تقريبا وفي حوادث مختلفة وفي أماكن مختلفة وفي أزمان مختلفة ولكن كان جبريل عليه الصلاة والسلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب هذه الآيات فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يكتبون القرآن فيكتبون هذه الآيات في الأماكن التي أمره جبريل أن تكون فيها فجاء القرآن الكريم بهذه الطريقة التي بين يدينا اليوم الفاتحة ثم البقرة ثم العمران والبقرة أيضا من أولها إلى آخرها مرتبة بهذا الترتيب التوقيفي هذا السياق يعني لا بد أن يكون هناك الكثير من الحكم والأسرار في هذا الترتيب ولهذا اهتم العلماء بعلم المناسبات بين الآيات وأيضا بين السور مع بعضها وهذا أيضا باب واسع جدا لكنه باب رائع جدا لطلاب العلم لفهم القرآن الكريم والتعمق في أسراره والمؤلفات في ذلك كثيرا قديما وحديثا أيضا من النقاط ولعلنا أيضا لا نطيل حتى لا نخل بالوقت التساؤل يعني من الصفات المتدبر للقرآن الكريم هو التساؤل ولذلك يعجبني كثيرا من يعني كثير السؤال أنا ألاحظ بعض الإخوة ما شاء الله كبارك الله من سنوات لا تنتهي أسئلته عن القرآن وتدبراته وهي أسئلة جميلة وذلك بأن يسأل القارئ نفسه يعني لماذا ابتدعت السورة أو الآية بهذا لماذا اختتمت بهذا لماذا جاءت بهذا السياق لماذا هذه اللفظة دون غيرها لماذا قال الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور لماذا اختار كلمة ختار بدل غدار مثلا ما هي الدلالة الدقيقة التي تميز ختار عن غدار وهكذا هذه الأسئلة هي مفتاح رائع جدا للفقه ولذلك أذكر لكم أبو بكر الرازي رحمه الله له كتاب جميل في مجلد طبع باسم منموذج جليل في أسئلة التنزيل كان عبارة عن أسئلة يطرحها عليه طبعا الرازي هذا هو صاحب القاموس صاحب مختار الصحاح كان يطرح عليه أحد جماعة المسجد الذي يصلي فيه أسئلة عميقة لماذا هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي هذه الأحرف فقط لماذا لم تأتي حروف الهجاة كاملة وإنما نصفها لماذا افتدأت سورة الفيل مثلا بالتساؤل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهكذا يعني أسئلة من هذا النوع التي تدل على تعمق في قراءة القرآن وعيش معه فيقول لأبو بكر الرازي فكنت أبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة في كتب المفسرين وغيرهم فإن وجدت له جوابا يعني أطمئنه إليه ذكرته له وإن لم أجد اجتهدت في التدبر والتأمل حتى أصد هذه الطريقة وطريقة التساؤلات يعني تثير الفكر والنظر عند الإنسان وتحفز على البحث عن معنى الآية يستخدمها المعلم في الفصل يستخدمها الإمام في المسجد يستخدمها المربي والأب والأم في البيت الأبناء مع بعضهم الزملاء مع بعضهم هذه رائعة جدا وهناك كتب كثيرة يعني على شكل سؤال وجواب في القرآن الكريم أيضا مما يعين على التدبر ولعلنا يعني نختم بها هي أن يعرض المؤمن نفسه على كتاب الله وأعجبني قبل أسبوع التقيت بالدكتور عبد العز الثنيان جزاه الله خيرا فأهداني كتابين أحدهما عنوانه مناسب لهذه الفقرة وأنا ذكرتها يعني من هذا الباب له يعني كتاب جميل جدا أنصحكم بقراءته وأظن أنه موجود على موقع الدكتور عبد العز الثنيان القرآن الكريم والفحص الذاتي عنوان الكتاب القرآن الكريم والفحص الذاتي فيقول يعني نحن اليوم الكل واحد مننا يحرص أن يذهب إلى الطبيب لو شعر بأي ألم أو شعر بأي مشكلة في جسده في أسنانه في قلبه في رئته في تنفسه فيه في أي جزء من أجزاء جسمه فيسالع مباشرة إلى الطبيب يفحص نفسه يفحص الضغط يفحص السكر يفحص الأملاح يفحص مضييش إلى آخره والمستشفيات يعني مليئة بمن يريد أن يتأكد ويطمئن ويفحص نفسه فيقول الدكتور يعني الآن هذا الفحص للجسم ألا ينبغي على المسلم أيضا أن يفحص قلبه وأن يعرض نفسه وقلبه على القرآن الكريم فينظر في صفات المؤمنين التي ذكرها الله في القرآن هل هو من المتصفين بها في صفات المنافقين والكافرين هل هو بعيد عنها تعرفون عمر رضي الله عنه كان يسعى الحذيفة وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين وهو عمر بن الخطاب يعني زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأحنف بن قيس أنه كان جالسا يوما فعرضت له هذه الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلوا فانتبه فقال لمن حول علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم مع من أنا ومن أشبه فنشر المصحف وأخذ يقرأ فمر بقوم في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في سورة الداريات وبالعسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحرور هذا صنف ذكره الله في القرآن ومر أيضا بصنف آخر قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم منفقون ومر بقوم في القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال الراوي فوقف الأحنف ثم قال اللهم لست أعرف نفسيها هنا في قوله يولى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم أخذ في السبيل الآخر فمر بقوم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ومر بقوم إذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرب ومر بقوم يقال لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال فوقف ثم قال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء قال فما زال يقلب الورق ويلتمس حتى وقع على هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحم فقال الأحنف اللهم أنا من هؤلاء أنا من هؤلاء فهكذا يقرأ المؤمن القرآن أيها الأخوات ليرى أين هو من الامتثال بالصفات التي يمدحها القرآن وأين هو من الابتعاد عن الصفات المذمومة فيه والحقيقة أيها الأخوات أن الحديث عن القرآن الكريم حديث لا يمل وهو كتابنا الذي فيه شرفنا وفيه رفعتنا وفيه العلم الذي لا تكدره الأكدار ولا يخلق على كثرة الرد وعلى كثرة المراجعة وعلى كثرة المدارسة ومهما تكلمنا فيه فنشعر أننا مقصرون مع هذا القرآن العظيم ومهما أنفقنا فيه من الساعات فنحن مقصرون ومهما قرأنا من الكتب ومهما تعلمنا وحضرنا فإننا نحاول أن نكون من يسير على الطريق ولاحظوا الأحنف بن قيس رحمه الله عندما فعلنا الإنسان يقرأ القرآن الكريم وهو يبحث عن صفته وعن نفسه في القرآن الكريم ويحاول أن يتشبه كما قال السهر وردي فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا ينبغي والله أن نتشبه بأهل القرآن الذين يقضون أوقاتهم معه ويتخلقون بأخلاقه ويتدبرون آياته ويتدارسونه ويدعون إليه ويخدمونه لعله أن يشفع لنا ولعلي أكتفي بهذا أيها الأخوة والأخوات وأترك المجال لكم جميعا إذا كان هناك أي أسئلة أو إضافات أو فوائد وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلي وصحبه أجمعي عليه الصلاة والسلام شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن يعني كان طرح جدا جميل والحمد لله أنا سمعتك أنا شخصيا واستفدت كثير ويا رب اللي موجودين بالكامل استفادوا وتعلموا أنا واثق أنه موجود معنا في المساحة أيضا شخصيات رائعة كثيرا ممكن نستفيد منهم في حول هذا الموضوع وكلنا نمتلك معرفة ونتبادلها دكتور عبد الرحمن أنا عندي بعض التساؤلات إذا تسمح لي أطرحها ولكن أحب أن نوهنهم متبقي على المساحة ما يقارب السبعة عشر دقيقة إذا فيه تساؤلات عندكم رسلوها لي على الخاصة وكتبها دكتور كتبه للوقت وأيضا إذا أحد عنده أي مشاركة تساؤل يريد يطرح السؤال بشكل دقيق جدا في أقل من نصف دقيقة وإذا فيه مداخلة حول الموضوع بحد أقصى دقيقة بس أنا عندي تساؤل دكتور مجموعة من التساؤلات أطرح السؤال الأول وبعدها نأخذ الأخي حسين ذكرت ما وراء المعنى واستشعرت من خلال كلماتك حول هذا الموضوع أن الإنسان أيضا يعني خلينا أسرك السؤال بهذه الطريقة هل هناك حدود للمتدبر خاصة للإنسان البسيط يعني فيه فرق لما أنا أكون إنسان دارس في علوم القرآن واخري الشريعة الإسلامية وإلى آخره فرق بين إنسان عادي يقرأ القرآن ويحاول التدبر فهل هناك حدود للتدبر يعني بمعنى إذا أنا استنتجت معنى كيف تأكد من صحة هذا المعنى بحيث أن ما يكون فيه تجاوز على كلام الله سبحانه وتعالى تفضل دكتور بارك الله فيك نعم القرآن الكريم هو مائدة والعلماء والفقهاء يعني يردون ويجلسون على هذه المائدة وكل يأخذ منها بقدر ما معه من العلم ولذلك كانت تفاوت في العلم في الأمة منذ الصحابة وإلى اليوم يتفاوتون فيها وكان عمر رضي الله عنه يعني يشهد له بالعلم ودقة الفهم عبد الله بن عباس كان يشهد له بالفهم ودقة الفهم عن بقية الصحابة رضي الله عنهم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له يعني هل خصكم رسول الله يعني يا عابل حسن هل خصكم رسول الله بشيء أنتم يا آل البيت فقال علي كلمة جميلة قال لا والذي برأ النسمة وفلق الحب ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة كان معه صحيفة فيها بعض الأحكام التي كتبها أو أمر بكتابتها النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه فاعتبر علي أن الفهم رزق يرزقه الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه بقدر ما معه من البصيرة ومن العلم ومن الإيمان ومن التوفيق له فيهتدي إلى معاني إلى أحكام لا يهتدي إليها غيره ولذلك تدبر الإمام الشافعي مثلا للقرآن ليس مثل تدبر غيره من الفقهاء ومن العلماء فضلا عن غيره من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس الذين ربما لا يدركون إلا المعاني الظاهرة للآيات فمثلا على سبيل المثال لما طرح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة على الصحابة ففهمها بعضهم ولم يفهمها بعضهم مثلا قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله ففهم أبو بكر مباشرة دون غيره أنه هو المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه أيضا لما طرح عمر رضي الله عن سؤالا عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفواجه طرح هذا على الصحابة وكان معهم ابن عباس وهو من أصغرهم من أبنائهم فقال ماذا تفهمون من هذه الآية فكلهم قالوا أن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله لك يا محمد ولهذا الدين وفتحت عليك مكة ورأيت الناس بعد ذلك يدخلون في الإسلام جماعات وأفواج بعد أن كانوا يدخلون أفراد فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب أكثر من التسبيح والاستغفار وهذا فعلا هو تفسير الآية هذا هو معنى الآية لكن ابن عباس ذهب إلى ما وراء المعنى فقال أن هذه الآية أو هذه السورة فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله وموته عليه الصلاة والسلام غريبة من أين استنبط ذلك ابن عباس أخذه مما وراء المعنى قال إن معنى الآية إذا جاء نصر الله والفتح يا محمد ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجه فهذا علامة انتهاء رسالتك ومهمتك ودنو أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وورد في رواية أن ابن عباس لما سئل كيف استنبطت هذا الاستنباط فقال إني رأيت أنه يأمر الله سبحانه وتعالى في أعقاب العبادات والشعائر بالإكثار من ذكر الله والاستغفار بعد الصيام وبعد الحج فرأيت أنه لم يؤمر بكثرة التسبيح والاستغفار إلا في ختام رسالتي فأشاهد أن عمر رضي الله عنه أنبسط من قول ابن عباس وقال له لله درك أو ما أشبه ذلك لا أعرف من معنى السورة إلا ما ذكرت فهذا يعني ما وراء المعنى استنبطه ابن عباس بذكائه وبفطنته وبما رزقه الله سبحانه وتعالى من الفهم والعلم وهكذا ولذلك الناس يتفاوتون في فهمهم للقرآن تقول كيف يصنع من يفهم معنى القرآن الكريم أو قد يصل إلى معنى ولكن لا يدري هل هذا المعنى صحيح أو غير صحيح فأقول الجواب يستشير من هو أعلم منه بكتاب الله حتى يقول له هذا صحيح وغير صحيح لأن تفسير القرآن الكريم له أصول وله قواعد مثله مثل أي علم مثل الهندسة ومثل الطب ومثل الفقه ومثل العقيدة هناك قواعد وأصول للتفسير من التزم بها وفهم القرآن الكريم في ضوئها فهو مصيب بإذن الله تعالى ومعجور ومن خالفها فإنه يقع فيه القول على الله بغير علم جميل جدا إذن خلينا نأكد فيه جزئية المداخلة الأخيرة من قبلك أن إذا فيه شخص عادي استنبط معنى لابد يرجع إلى أهل العلم أو إلى شخص موثوق به يتأكد من صحة المعنى أو يصحح له بشكل أو بآخر طيب دكتور عبد الرحمن أيضا أثناء يعني وصيتنا في تطوير أنفسنا باللغة العربية والنحوة والفصلاحة والبلاغة وإلى آخرة سؤالي هذا يعني هل الأشخاص المتحدثين بلغات أخرى يعني هل هم خلينا أقول بن قوسين محرومين من التدبر وإيش رسالتك لهم في أشخاص كثير غير متقن للغة العربية ولكن قارئ للقرآن الكريم ممكن تعطيني وجهتنا نظرك توصية لأن بعضهم موجود معنى حاليا في المساحة نعم مثل هؤلاء الحقيقة يعني نقول لهم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وسددوا وقارب لا شك أنه لن ينتفع بالقرآن الكريم يعني تمام الانتفاع إلا من يفهمه ومن يستطيع أن يتأمل في آياته والذي لا يعرف لغة القرآن الكريم ولا يفهمه فلا يستطيع أن يفعل ذلك ولذلك الآن فيه طرق مساعدة هناك ترجمات لمعاني القرآن الكريم كثيرة وهناك كتب أيضا بدأت تكتب في المساعدة على فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه والوصول إليه باللغات بالانجليزي والفرنسي وغيرها من اللغات الآن القرآن الكريم ومعانيه الحمد لله ترجمت إلى لغات كثيرة في العالم وقربت معانيه فلا بد المسلم إذا أراد أن يستجيب لأمر الله بالتدبر أن يبذل هذا الجهد ويبذل هذه الأسباب وقد رأيت يعني منهم من بذل أسبابا في فهم الوصول لمعاني القرآن الكريم فيعني وفقه الله ورزقه ووصل إلى يعني ما لم يصل إليه ربما من يتحدث العربية يعني سليقة وذلك لأن الإقبال على الله سبحانه وتعالى يجعل يعني يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلم بقدر نيته وصدقه وإقباله على الله سبحانه وتعالى وكل مأجور يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم آية يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لا شك أن نزول القرآن الكريم بالعربية هو شرف للعرب ولكنه أيضا حجة عليهم وسوف يسألون ماذا صنعوا بهذه النعمة وهل بلغوا معاني هذا القرآن هل قاموا بواجب العلم وواجب التبليغ لهذا القرآن كما ينبغي أم لا لا شك أن هذه أيضا مسؤولية كبيرة علينا نحن من يستطيع أن يوصل معاني القرآن من يستطيع أن يساعد من لا يتقن العربية وقد حدثني أحد الأصدقاء يقول يعني التقيت بأحد المسلمين من أندونيسيا في الحرم فكان يسمعني وأنا أرتل فيشعر أنني يعني عربي ومتقن للقرآن فقال عندي أسئلة لو سمحت يعني أنا مدرس في أندونيسيا ولكنني يعني لدي تساؤلات كثيرة في القرآن ولا أفهم بعض الآيات فيقول فسألني عن بعض الأسئلة فأجبته عنها ودللته على بعض التطبيقات وأرشدته إلى بعض التفاسير قال فأجهش بالبكاء وقال أنا الحقيقة أغبطك وهنيئا لك أنك تفهم القرآن الكريم دون واصطة هنيئا لك أنك تفهم ما يقول الإمام استشعر هذه النعمة وأشكر الله سبحانه وتعالى عليها أنا الآن عمري فوق الستين وأنا لدي صعوبة كبيرة في فهم عن القرآن الكريم فلا شك أن هذا فضل الله يؤتي من يشاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شبوا لنا يعطيك الفعافة دكتور عبد الرحمن إذا تسمع لقبل كان فيه الأخ محمد طالب على كل حال متبقي تسع دقائق للمساحة فيه بعض الأسئلة جاتني الخاصة بطرح ولكن قبل ما أستعنف طرح الأسئلة ما شاء الله في المساحة فيه ميقار بأربمية إنسان شرفتونه نورتونه وأدعوكم إلى متابعة حساب آيات المضيف طبعا آيات هي وقف لتمكين قراء القرآن الكريم بترخيص من هيئة الأوقاف برقام 2978 شرفنا متابعتكم للحساب وإن شاء الله دائما يتم طرح محتوى راقية لقبكم وأيضا متابعتكم لهذا الحساب هو دعم لعلوم القرآن ونشرها فشرفنا متابعتكم دكتور عبد الرحمن كان فيه أنا آسف على هذا التساؤل وأتمنى أنه يوصل لك بطريقة جيدة يعني واعذرني على جهلي جميل القرآن محفوظ وهذا ما يميز عن الكتب السماوية الأخرى صحيح لكن أنا كإنسان أسقط السؤال على نفسي أنا أخوك كيف أنا يعني أساهم في المحافظة على هذا القرآن فهمت مقصدي دكتور يعني هل هناك مسؤولية خاصة بالإنسان من يحرر هذا القرآن هذا السؤال صراحة أنا في داخلي دائما أطرحه كيف أنا أكون شريك حقيقي في المحافظة على القرآن الكريم من التحريف من التغيير هو شيء من الله سبحانه وتعالى أنا هذا ليفاهم ولكن أحتاج أسماء وشيء تنترك حول هذا الموضوع إذا سمحتني سارك الله فيك نعم الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم ولكنه حفظه على أيدي الناس ووفق إلى حفظه وجمعه أبو بكر الصديق في خلافته ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم ثم أيضا وفق عثمان ومن معه أيضا إلى جمعه وكتابته وتوزيعه ولا يزال الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء من عباده من أمة المسلمين إلى دعم حفظ القرآن حفظه بتلاوته حفظه بتجويده حفظه بتفسيره الصحيح حفظه بخدماته اليوم كما تلاحظ وسائل التقنية الحديثة هناك جهود عظيمة في الحال عالم لخدمة القرآن الكريم ونشر علومه وكذا فلا شك أن هذه كلها جهود الله سبحانه وتعالى سخرها لحفظ كتابه وخدمة كتابه وكل واحد مننا يستطيع أن يشارك في هذا الحفظ أولا بأن يكون هو نفسه يعني قريبا من القرآن الكريم يتعلمه كما ينبغي يعمل به في نفسه كما ينبغي إذا فعل ذلك فإنه سيتعدى هذا الخير وهذا النعمة وهذا الفضل إلى أسرته إلى زملائه إلى طلابه إلى من حوله وبهذه الطريقة تزيد يعني يزيد حفظ القرآن الكريم في الأمة يزيد الدفاع عن القرآن الكريم في الأمة يتنتشر يتطبع الناس ويصبح المعرفة بالقرآن الكريم وتعظيم القرآن الكريم شيئا طبعيا في حياة المسلمين لاحظوا الآن مثلا عندما يتهجم أحد على القرآن الكريم أو يسيع إليها ويحرقه تلاحظ حتى بعض المستفزين من الغرب الآن ومن غيرهم يعرفون أن المسلمين يحبون هذا القرآن ويقاتلون من أجل الحفاظ عليه ومن أجل دفاعا فيستفزونهم في هذه النقطة لكن ما أذكر أنني سمعت أحدا يعني عمل مظاهرات أو غضب لإحراق الإنجيل أو التوراة بالعكس يعني أذكر قصة ذكرتها أو قرأتها أن أحد القساوس عندما أسيئ إلى المسيح عليه الصلاة والسلام في إحدى وسائل الإعلام فقال أحد المسلمين لهذا القسيس لماذا لا تدافعون عن نبيكم فقال نحن نحن الحقيقة ننتظر المسلمين اللي يقوموا بهذا الدور لأننا لأننا للأسف فقدنا يعني إن صحت العبارة الغيرة على الكتب المقدسة وطبعا سبب ذلك هو ما يعرفه هؤلاء من التحريف والتناقض الموجود في الكتب السماوية السابقة بخلاف القرآن الكريم فهذه الحقيقة يعني ممكن أن يساهم كل واحد مننا في حفظ القرآن الكريم في حفظه في نفسه بتفقهه في القرآن الكريم بتربية أبنائه على ذلك بنشره المعرفات القرآنية مثل هذه المساحة مثلا هي أنه جزء من المحافظة على القرآن الكريم والدفاع عنه والتفقه فيه وتعلم القرآن الكريم وما يعرف يعني ولا يدري الواحد منه ما الذي يكون سببا في هدايته أو سببا في دخوله الجنة وربك لما يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا يعني يحلوا بها في رضوان الله سبحانه وتعالى ويدخلوا بها الجنة وفضل الله واسع نسأل الله من فضله اللهم أمين يا رب العالمين أخوي محمد موجود معنا باقي على المساحة صدقاء فيري التساؤل يكون في دقيقة كهد أقصى وإذا فيه مداخل عندك في دقيقة فضل يا محمد سيد محمد شكرا شيخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سؤالي هل التفسير بالرواية والتفسير بالماثور باقي إلى الآن ولا توقف فقط فضل دكتور نعم التفسير بالماثور المقصود به يا أخ محمد هو ما يعني ورد في تفسير القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين هذه أربع طبقات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه وتفسير الصحابة رضي الله عنهم وتفسير أتباع الصحابة أو التابعين وتفسير التابعين هذه الطبقات الأربع هي التي يطلق عليها التفسير بالمأثور وهذه التفاسير محفوظة ولله الحمد إلى اليوم محفوظة بالرواية وبالأسانيد ومجموعة في كتب من أجمع من جمعها ورتبها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان وهذا سبب من أسباب تميز وتفوق ابن جرير الطبري ومن أجمعها الآن يا أخ محمد موسوعة التفسير المأثور التي صدرت عن معهد الشاطبية تكاد تكون أجمع الكتب التي جمعت تفسير هذه الطبقات الأربع وسميت التفسير بالمأثور فلا شك أنه عمدة لنا جميعا نحن لا نستطيع أن نخرج عن فهم هؤلاء الطبقات في فهمهم للقرآن الكريم ولكن نستطيع أن نستنبط وأن نستخرج من تفسيرهم ومن المعاني التي ذكروها يعني ما لا حصر له من الدلالات بس هذا هو المقصود شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن أخي محمد الآن معنا تغريدات كذلك تغريدات في نصف دقيقة الله يحفظك سؤالك تغريدات معنا تغريدات أخوي خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تغريدات افتح المايك في نصف دقيقة الله يحفظك من الوقت دهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً على هذه المساحة شكراً لدكتور عبد الرحمن طبعاً أنا متساؤلي عن حفظ القرآن هل هو من حفظ اللغة من حفظ القرآن أولاً التساؤل الثاني كتب التفسير الفرق بينها مثلاً الشروحات والتأملات في البيان والإعجاز القرآن من تفسير الزمخ الشري وتفسير الطاهري بن عاشور التي فيها أكثر شيء بلاغة والتفسير الأخرى كيف نجمع بينها وكيف وهل هناك كتب جمعت بين هذه وبين التفسير بالمأثور وجزاكم الله خيراً شكراً لدكتور الله يحفظك بالنسبة لحفظ اللغة هل هو من حفظ القرآن نعم لأن اللغة هي الوعاء الذي نزل فيه القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآن عربية إنا جعلناه قرآن عربية بلسان عربي مبين ولذلك الحفاظ على اللغة العربية هو حفاظ على القرآن هو حفاظ عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن حفظ الوعاء الذي نزل به وهو اللغة العربية ولذلك اللغة العربية فيها من الخصائص والمزايا وتتفوق بها على بقية اللغات أولاً هي تلاحظ أنها أطول اللغات عمراً اليوم يعني لغة مستمرة من أكثر من ألف وخمسمائة سنة وألف وستمائة سنة ولم يتتغير دلالاتها وحافظ عليها القرآن الكريم تستطيع الآن أنك تقرأ معلقات امرأ القيس معلقة زهير بن أبي سلمة قبل الإسلام وتفهمها بل تقرأ رواية تقرأ قصيدة الأفوة الأودي مثلاً أو تقرأ قصيدة تأبط شراً أو تقرأ قصيدة الشنفرة وتفهمها وهذا لا يكاد يوجد في اللغة الإجليزية والفرنسية ربما الذي يقرأ مثلاً كلام شيكسبير الآن وهو من أربعمائة أو ثلاثمائة سنة ما يفهمه وهكذا فهذا جواب السؤال الأول هل اللغة العربية وحفظ اللغة العربية من حفظ القرآن أقول نعم وهذا كلام يطول الحديث فيه وهو كلام مهم جداً وهو من خصائص اللغة العربية وقد تكلم عنه العلماء وأشبعوه السؤال الثاني وهو يعني تتحدث عن الذين تكلموا في التفسير مثل الزمخشري ومثل ابن عاشور وركزوا على الجانب البلاغي وكيف نجمع بين هذا وبين التفسير بالمأثور أقول طالب العلم لابد أولاً أن يقرأ في أصول التفسير وفي علوم القرآن حتى يفهم كيف ما هو التفسير الصحيح الذي ينبغي عليه أن يلتزم به وهو ما ورد عن طبقات المفسرين الكبرى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين طبعاً التفسير النبوي بالدرجة الأولى فلا يخرج عن تفسير هذه الطبقات لأن الذين جاءوا مثل الزمخشري على سبيل المثال أول بعض الصفات وحرفها بما يناسب مذهب المعتزلة فهنا خطورة كتاب الزمخشري مثلاً لكن فيه ميزة يتفوق بها على كل كتب التفسير وهو تميزه في استخراج المعاني والبيان والبلاغة التي في الآيات القرآنية فهذا شيء تميز به ولكنه كان يؤول الصفات ويحاول أن يحرف معاني بعض الآيات حتى توافق مذهب المعتزلة وعقائد المعتزلة فينبغي أن لا يقرأ في كتب هؤلاء إلا من يكون متمكناً وعارفاً لأصول التفسير حتى يأخذ ما فيها من العلم ويتجنن ما فيها من الخطأ وأيضاً كتب المفسري مثل الطبري على سبيل المثال هو كتاب متين جداً وكتاب يعتبر عمدة في التفسير ومهم لطالب العلم لكنه ليس فيه بلاغة وليس فيه عناية بالجانب البلاغي مثل ابن عاشور ومثل الزمخشري فلابد اللي طالب العلم الراغب في أن يصل إلى كل معاني القرآن أو أهم معاني أن يجمع بين هذا وبين هذا وأسأل الله لنا ولك التوفيق جزاكم الله خير يا شيخ أهل فيك كتب الآن الكتب معاصرة أستاذي تغريد الوقت داعم لتغريدات ارسل لي سؤالك الخاصة ببعطيك الإجابة مباشرة الله يجب خاطرك هناك ما عليش كتاب كتب يا أخي الحبيب أنصحك بمجموعتين كتب الدكتور محمد وموسى في البلاغة هذه كنز من الكنوس محمد محمد أبو موسى له أكثر من كتاب في البلاغة يعني تستحق كل واحد منها أنه يعني يقرأ بمفرده ويتعمل أيضا كتب الدكتور فاضل السمرائي مفيدة جدا في الوصول إلى بلاغة القرآن وأوجه الإعجاز البلاغي فيه بأسلوب ميسر ورائع جدا وله أيضا برامج على اليوتيوب جميل جدا دكتور عبد الرحمن هو على كل حال أنا تعمدت أني أقطع تغريدات يعذرني لأن أغلب التساؤلات في الخاص عن الكتب فإن شاء الله أختم البث المساحة بخصوص التساؤلات التي موجودة عندي ونختمها بالكتب التي نصحنا فيها بشكل عام فأنا أعتذر من تغريدات أني قاطعته وأسف أني أيضا قاطعتك تكتور عندي باقي مداخلتين من قبل الأستاذ خالد والأستاذ وفا يردت يا خالد في نصف دقيقة كحد أقصى تعطيني سؤالك وبعدك الأستاذ وفا تفضل الأخوي خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزاكم الله خير على هذه المساحة أنا أحبب أشارك بس قصتي مع القرآن في دقيقة واحدة إن شاء الله عندما رحت لعياذة الطب النفسي وإلى آخر أدوني فاتور فيها من الأمراض الشيء الكثير وقلول الأدوية وإلى آخر فمر في راسي قوله تعالى عندما قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا وتذكرت أقوال أحد المشايخ عندما قال إن قيام الليل هو ودأ الصالحي وفعل تغيرت حياتي مئة وثمانين درجة بعدما صرت ملازم للقرآن وبعدما قمت الليل وبس هذه مشاركتي ولو في أي تصحيح يا شيخ عبد الرحمن الله يذكر عاد أنت المختص وإنت أعلم من الله يذكر أكسر أنت يعني أنت تؤكد كل ما ذكرنا يا شيخ خالد الله يثبتنا وإياك على الحق شكرا جزيلا أخوي خالد أعطيك ألف عافية أختي وفاء في نصف دقيقة أختي وفاء أخر مداخلة عندنا تفضلي وعليكم السلام لو سمحت كنت عايزة أسأل هل إجازة في القرآن يعني أنا أحفظت القرآن الحمد لله هل إجازة هي مهمة بالقدر الكافي يعني أني أبدأ فيها وكذا ولا أننا أحفظ القرآن كذا كفاية مش مشكلة يعني الإجازة يعني أهميتها إيه بالنسبة لي واضح تفضل دكتور نعم هنيئة لك يا أختي وفاء وأسأل الله عليك التوفيق والمزيد من العلم الإجازة ليست يعني ضرورية وإنما هي من باب يعني التوثيق صح التعبير للطالب العلم الذي يقرأ القرآن الكريم أنه قد أخذ هذا القرآن الكريم عن شيخ متقن وأنه يستطيع أن يقرأ أيضا غيره فإذا كنت سوف تتصدين للقراءة وتجلسين وتعلمين القرآن فأنصحك بالحرص على أخذ الإجازة أو سنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يعني يعطي ثقة بما تقرأين وبما تعلمين في تلاوة القرآن الكريم لأن الإجازة هنا التي تقصدين هي إجازة في تلاوة القرآن الكريم وتجويده فهي مفيدة وجيدة سأل الله لك التوفيق وهي تعين على استمرار وبقاء الأسانيد القرآنية في هذه الأمة وفي النساء وفي الرجال يعني منتشرة وهذا شيء جيد شكرا جزيلا أستاذ وفا دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن أنت ذكرت كتاب القرآن الكريم والفحص الذاتي ذكر عيني في الخاص أنه لم يوجد في بحث جوجل ممكن نذكر الاسم بشكل دقيق مرة ثانية بعد إثنك نعم كتاب القرآن الكريم والفحص الذاتي تأليف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الثنيان ولو يبحثون في جوجل عن موقع الدكتور عبد العزيز الثنيان يجد كل كتبه ومقالاته في نفس الموقع وأنا أعتقد أن هذا الكتاب من ضمن هذه الكتب جميل جدا وفي تساؤل آخر عن كتاب خاص أبي بكر الرازي اللي ذكرته في المداخلة يتضمن بعض التساؤلات ما اسم الكتاب أيضا بشكل دقيق بعد إثنك أنموذج أنموذج جليل في أسئلة التنزيل لأبي بكر الرازي وهذا تقلت على الإنترنت بشكل يعني بصيغة بي دي اف أيضا جميل جدا في سؤال قد يكون مكرر وأنا طرحته لكن لا يمنع أن ننهيده بشكل مختصر جدا دكتور إذا تدبرنا القرآن كيف نعرف أن هذا التدبر صحيح أم لا أممكن هذا كان تساؤلي لو نعطي كده جزئية الأخيرة التي تفضلت فيها بعد ما طرحت السؤال علىك دكتور أنه كان تجابة طويلة نعم الوسائل كما ذكرنا أنك تتأكد إذا كان عندك أحد تسأله أو ترجع إلى بعض المصادر التي في التفسير أو تبحث في الإنترنت وستجد مواقع كثيرة تجيب عن هذا يعني الحمد لله اليوم أو حتى ممكن تشارك في الاستشارات القرآنية التي نقوم بها في مركز تفسير يوميا هناك أستاذ متخصص يجيب عن أسئلة الناس في القرآن الكريم عن طريق معرف الاستشارات القرآنية فيمكن أن نطرح السؤال عليه هل هذا التدبر صحيح هل هذا الفهم صحيح وهو سوف يجيبه جميل جد مرحباً ما زال فيه تساؤلات في الخاص تسمح لي أمد ثلاث دقائق أني أستعلم الأسئلة تعدذناك طبعاً أفضل كتاب تفسير للقرآن الكريم من الخاص إذا سمحت والله هذا السؤال سبحان الله يعني صعب أفضل أطول أجمل هذه صعبة لكن من أجود كتب تفسير القرآن الكريم طبعاً لكن لغته صعبة ولا يصبر عليه إلا طالب العلم لطوله وصعوبة الفاظ لكن من المعاصرين تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي يعتبر من أفضل التفاسير وأمتعها وفيه من الفوائد والاستنباطات واللغة السهلة ما لا تجده في غيره أيضاً المختصر في تفسير القرآن الكريم من إنتاج مركز تفسير يعني سهل وميسر ويناسب جمهور الناس وعامة الناس مختصرات تفسير ابن كثير كثيرة أيضاً ومن أفضلها التيسير في اختصار تفسير ابن كثير لثلاثة من طلاب العلم بإشراف الشيخ صالح ابن حميد أيضاً كتاب جيد في مجلدين والحمد لله يعني كلها متاحة على الإنترنت أيضاً من التفاسير الجيدة التي أنا أزكيها تفسير اسمه التفسير المحرر وهو موجود على تطبيق وموجود على الإنترنت في موقع الدرر السنية موسوعة التفسير في الدرر السنية الكتاب اسمه التفسير المحرر تفسير رائع جداً تقنياً وأيضاً مطبوع في عدد من المجلدة جميل جداً في سؤال مكرر تساؤلات بطريقة مختلفة عن تطبيق غريب نعم في تنويه عن هذا التطبيق دكتور تفضل تطبيق غريب نعم المكتوب عندي غريب غين رائع نعم هذا التطبيق من إنتاج مركز تفسير والهدف منه هو تعليم معاني المفردات الغريبة في القرآن الكريم بحيث أنه مثلاً يقول قل عوذوا برب الفلق الفلق ما معنى الفلق الفلق الصبح إذا أسفر الليل إذا أقبل كذا فأنت تختار تقول الصبح إذا أسفر فيعطيك صح وهكذا حتى تنتهي من السورة فمع كثرة طبعاً هو صمم على شكل لعبة مشوقة للأطفال والصغار على وجه الخصوص وهو مفيد لكل الطبقات بهذه الطريقة لا تنتهي من اللعبة إلا وقد أتقنتها مفردات القرآن الكريم بشكل يعني رائع جداً جميل جداً نختم بتساؤلين أحتاج منك دكتور تعطينا كده على شكل نقاط كتب تنصحنا فيها بشكل عام وتطبيقات تساعدنا على التدبر وبعد عندي سؤال أختيب فيه معك عن الصحة النفسية والله يجب رخاطرك شكراً أنك أعطتنا من وقتك وكلفنا عليك بوقت ونعتدل من كل ضيوفنا الموجودين على التأخير اللي حصل اليوم تفضل دكتور نصائحك وأحب نوهت بعد إثنك ترويه بسيط أني أذكركم بمتابة حساب آيات إن شاء الله خلال الساعات القادمة بيكون فيه تغريدة لأهم المحاور اللي ذكرها لنا الدكتور عبد الرحمن تضمن أيضاً الكتب اللي تفضل فيها لكن من باب يعني التأكيد وأعطي فرصة للدكتور أني يستذكر بعض الكتب اللي ممكن نطرحها أثناء ما قدموا لنا من معلومات شميلة تفضل الدكتور نعم في قائمة كنت كتبتها قبل تسع سنوات وعشر ممكن أن يستفاد منها سميتها المنطقة من كتب الدراسات القرآنية وأوردت فيها مئة كتاب أرى أنها من أفضل كتب الدراسات القرآنية وهي موزعة حتى على حقول الدراسات القرآنية وممكن تبحث عنها في تويتر المنطقة من كتب الدراسات القرآنية وشرحتها في ست محاضرات موجودة أيضاً على اليوتيوب فهذه تصلح تفصيل لذلك وذكرت في آخرها فائدة أن هناك بعض الشخصيات العلمية من المتقدمين والمعاصرين أنا أنصح بقراءة كل إنتاجهم العلمي مثل على سبيل المثال محمد بن جرير الطبري مثل على سبيل المثال ابن عطية الأندلسي في كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز هذه كتب ثمينة جداً وأقول دائماً إذا لم يستطع طالب العلم أن يقرأ كل المكتب القرآنية ووقته لا يستطيع ذلك فليقرأ هذه النخبة وهذه المنطقة منها فهي كنوز لا يعني ينبغي على طالب العلم أن يتجاوزها أيضاً مثل كتب الدكتور محمد عبدالله دراز مثلاً رحمه الله وهو عالم من علماء مصر توفي عام 1378 هجرية له عدد من الكتب مثل النبأ العظيم في إعجاز القرآن دستور الأخلاق في القرآن الكريم المدخل إلى القرآن الكريم وعدد من الكتب التي حتى المقالات التي كتبها كل مقالة يعني تساوي كتاباً من جودتها وقوتها العلمية أيضاً كتب الدكتور مساعد بن سليمان الطيار وهو من علماء التفسير الكبار على مستوى العالم الإسلامي وهو معاصر كتبه كلها كتب قيمة ونفيسة ومفيدة جداً لطالب العلم وله شروح كثيرة أيضاً على اليوتيوب وهو يعني من كبار علماء الدراسات القرآنية في العالم أيضاً أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها وأيضاً كما ذكرت قبل قليل لجواب الأخ كتب الدكتور محمد محمد أبو موسى هي في البترة القرآنية معظمها في تذوق الشعر الجاهلي في تذوق الحديث النبوية وهي كلها تقوي وتمتن لغة القارع ومعرفته بأسرار البلاغة وأسرار البيان وتعينه على فهم القرآن الكريم أيضاً كتب محمود شاكر محمود محمد شاكر رحمه الله أيضاً هذا الرجل يعني يستحق أنه يقرأ كل ما كتبه سواء في اللغة أو في الأدب أو في فهم الشعر أو في التفسير أو في علوم القرآن ومن آخر ما صدر له كتاب ثمين جداً لازلت يعني مستمتعاً بانتهام من قراته قبل أيام عنوانه الأحرف السبعة لمحمود محمد شاكر فهؤلاء يعني من أئمة العلم الكبار الذين أنصح دائماً بقراءة كتبهم والاستفادة منها والانتفاع بها يعطيك الفضاء فضل هذا الكتب وش بقي يا شيخ حبيب حسام آخر تساؤل عندي بسيط جداً في مقدمة حديثك اليوم تطرقت إلى الراحة النفسية اللي ممكن تكون سبب تدبرنا وقراءتنا بالقرآن الكريم البث أو المساحة فيها ما قرب 400 إنسان دكتور أنا ودي أسمع وجهة نظرك في الختام حول أهمية العلم علم النفس والطب النفسي والبعض أحياناً يقول أنا أقرأ القرآن وأستغني عن العلاج في أي مرض إن كان مرض عضوي مرض في الجسد أو المرض النفسي فأبغم أنك تنوير حول هذا الموضوع ومدى أهمية العلم والطب وأيضاً أهمية القرآن الكريم حسن في بعض الأشخاص يقول لك أنا ما أحتاج أروح للدكتور النفسي أو للعلاج النفسي أكتفي بالقراءة وفي بعض الأمراض تحتاج إلى علاجات معينة حسب نختم في هذا الجزء القرآن الكريم صحيح أنه شفاء وفيه شفاء من الأمراض النفسية والعضوية حتى ولكن ليس ذلك يعني لا يعني ذلك الاستغناء عن الطب سواء طب الأبدان أو طب النفسي الحديث بل هناك أمراض لا بد من زيارة الطبيب النفسي ومرار على علاج ومعين حتى لو كان الإنسان يعني يقرأ القرآن عناء الليل وأطراف النهار سيحتاج لكن الحمد لله وليس هناك تعارض لكن بشكل عام نحن نقول القرآن الكريم كله بركة وكله خير وكله شفاء لكن هناك قد يكون هناك بعض الأمراض مثل الوسواس القهري مثلاً مثل بعض الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج نفسي تحتاج إلى أخذ بعض العلاجات تحتاج إلى يعني تدخل طبي سواء من الطبيب النفسي أو من الطبيب المعالج الجراح وربما وربما بعضهم من شدة إيمانه ويقينه بالله سبحانه وتعالى وتعلقه بالقرآن الكريم يكتفي بالقرآن الكريم فيشفيه الله سبحانه وتعالى من الصراطان مثلاً من الفشل الكلوي من أمراض مستعصية وهي أمراض عضوية وليست حتى أمراض نفسية هذا وارد وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم لكننا نقول كقاعدة عامة ليس معنى الكلام بأن القرآن فيه شفاء من كل داء أنه دعوة إلى ترك التطبب والاستفادة من الطب البدني أو الطب النفسي أبداً لأن الطب النفسي فيه هناك يعني أطباء موثوقون من أهل العلم ومن أهل الخير وأهل الصلاح وينفع الله سبحانه وتعالى بعلاجاتهم وبالرغم من قراءة القرآن الكريم فليس هناك تعارف بين قولنا أن القرآن فيه شفاء من كل داء وبين الاستشفاء والذهاب إلى الطبيب النفسي والذهاب إلى الطبيب العضوي يعني القرآن يعني الإسلام ليس عنده هذا الفصام النكد يعني بمعنى يعني هذا يعتبر فيه نوعاً من الدروشة لمن يفهم هذا أنك تكتفي بالقرآن الكريم وتترك السلطاني إيأكل جسدك لا وإنما تذهب إلى تبذل الأسباب وهذا هو التوكل بعينه تبذل الأسباب التي أمرنا اللي أمرت بها وتقرأ القرآن الكريم وتدعو الله سبحانه وتعالى وتشرب من زمزم فتجمع بين كل هذه الأسباب والله هو الذي يعني يعطي المفعول لأي سبب من هذه الأسباب وفضل الله واسع الحمد لله رب العالمين ممتن لك دكتور عبد الرحمن ضيف عزيز وغالي ودائماً تثرينا حقيقةً في المساحات طرحك الراقي استفدنا وتعلمنا منك أشياء كثير شكراً لأربعمائة إنسان موجودين معنا الأشخاص اللي أرسل الرسائل على الخاص وما قدرت أطرح سئلتكم فعلاً الوقت داهمنا لكن بإذن الله بيكون فيه ملخص أولاً لهذه المساحة عبر التغريدات وأيضاً هي مساحة مسجلة عبر قنوات آيات في اليوتيوب لذلك أنا حريص أنكم تشرفون بالمتابعة وأيضاً الأشخاص اللي ما تابعوا الدكتور عبد الرحمن عندهم محتوى راقي جداً صاحب علم ومعرفة دكتور عبد الرحمن إذا حاب تقول شيء في الختام بخاطرك شيء توصلوا لنا معك دقيقة كاملة يعني أو مو بدقيقة معك عشر دقائق بعدك وإشكلة ضيفة ولك الوقت كما تشاء أنا اللي أعتذر منك صراحة ونيابة عن زملاء في آيات ونتأخرنا عليك اليوم شوي فضل الأخاط ركشاء الله يبارك فيك أولاً أنا في غاية الامتنان لكم يا أفل حبيب على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بهذه النفوس الراقية من الإخوة والأخوات وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أهل القرآن العاملين به والمتبعين له وأتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات العلمية التي تعينها أنا أكثر واحد استفاد في هذه المناسبة أنا أكثر واحد استفدت حقيقة بتذكر مثل هذه النقاط التي ينبغي علينا دائماً أن نتذكرها مع كتاب الله وأيضاً ما شاء الله تبارك الله يعني عدد كبير يدل على شعبيتكم يا آيات الله يزيدكم من فضله وينفع بكم ويتقبل منكم يجعلنا وإياكم من العاملين المخلصين وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا جميعاً وأرجو أن تعذروني يعني إذا كان هناك تقصير أو إخلال بما يعني تم تقديمه ولعلنا إن شاء الله نلتقي في مساحات قادمة بإذن الله تعالى وأنتم على خير وتصبحون على خير جميعاً وانتبنا لهذا الخير دكتور عبد الرحمن أبداً ما فيك صور بالأكس استمتعنا وتعلمنا واستفدنا منتلك ويا جماعة الخير 400 إنسان موجودين معنا خلونا يدوحدة في نشر الخير والمعارفة شرفونا بمتابعة حساب آيات وإن شاء الله دائماً نقدم لكم محتوى راقية لقبكم وأساهموا معنا بعد إغلاق هذه المساحة بإليكم تزوروا الحساب وتسور التويت التغريدة اللي موجودة لأن هذا البث أو هذه المساحة مسجلة فممكن آلاف آخرين يستفيدوا منها فإن شاء الله دائماً نجتمع على خير ونعين ونعاون على النشو ختاماً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استوداتكم الرحمن جميعاً شكراً ضيفنا العزيز يا معنى للشك دكتور عبد الرحمن ممتلك الله أحفظك تحياتي للجميع شكراً للمشاهدة 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 للمشاهدة شكراً 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 للمشاهدة